قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية التي نفذها الجيش في لبنان استهدفت قادة تسبب في هجوم السابع من أكتوبر الماضي مؤكداً أن إبراهيم عقيل هو قائد النخبة في حزب الله إلا أنه أكد أن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد واسع بعد الغارة في الضاحية القادة الذين قتلناهم اليوم قادوا هجوم السابع من أكتوبر الماضي على مواطني إسرائيل وخططوا لهجمات أخرى عقيل هو قائد العمليات الخاصة لحزب الله وقائد وحدة الردوان وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله عقيل كان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ ومضادات الدروع وهو مسؤول عن عمليات إرهابية في 2019 وعملية مجدو 2023 عقيل قتل مع عشرة أعضاء بارزين في فريق العمليات والسلسلة القيادية العليا لقوة الردوان كانوا تجمعوا معهم تحت الأرض في قلب المدينة مرة أخرى في حي سكني يستخدم حزب الله المدنيين دروعاً بشرية وهم القادة الذين وضعوا تصورات وقادوا خطة حزب الله لتنفيذ هجمات على الأراضي الإسرائيلية في شمال وهو ما أسموه بخطة احتلال الجليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت معلقا على ضربة بيروت في تغريدة على حسابه في منصة X من وصفهم بالعداء لن يجدوا ملجأ حتى في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملية القضاء على النخبة العملياتية لحزب الله مؤكدا أن سياق الأحداث في المرحلة الجديدة سيستمر حتى تحقق إسرائيل هدفها وهو العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة تواصل اسرائيل حصد ما يسمى بمجلس شورى حزب الله اللبناني والذي يعد أعلى هيئة عسكرية للحزب المجلس المكون من سبعة أعضاء برئاسة حسن صلى الله بات حاليا يضم خمسة قيادات بعد تصفية اسرائيل لقياديين اثنين حيث تمكنت اسرائيل من الوصول لإبراهيم عقيل الملقب بالحاج تحسين والذي كان يشغل منصب رئيس أركان حزب الله ولعل منصب رئيس أركان حزب الله بات يمثل لعنة لكل ما يتولاه حيث لم يمر شهران على مقتل رئيس أركان الحزب السابق فؤاد شكر الملقب بالسيد محسن والذي اغتيل في غارة مشابهة طالت أيضا الضاحية الجنوبية المجلس بات حاليا يضم سياسيين اثنين وثلاثة عسكريين أبرزهم هاشم صفية الدين الذي يشغل رئيس المجلس التنفيذي للحزب وهناك أيضا النائب السابق عن كتلة حزب الله محمد حيدر الذي يشغل منصب مستشار بالمجلس أما عن العسكريين بالمجلس والمرشحين لخلافة إبراهيم عقيل بمنصب رئاسة أركان حزب الله فهم قائد الوحدة 910 طلال لحمية الملقب بأبي جعفر وهناك أيضا خضر يوسف نادر والملقب بعز الدين الذي يشغل منصب رئيس استخبارات حزب الله وآخر عضاء هذا المجلس هو قائد الوحدات الجغرافية بحزب الله علي كركي الملقب بأبو الفضل هذا وعلن حزب الله استهداف مقار وثكونات عسكرية إسرائيلية برشقات من صواريخ الكاتيوشا ردا على الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفق بيان الحزب وقال البيان إن عناصره استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الإسرائيلي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا إضافة إلى قصف مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة بالصواريخ وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذه القاعدة كما أضاف بيان للحزب بأن الصواريخ طالت مقر الكاتبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يؤافي القلان ترجمة نانسي قنقر من بيروت ينضم إلينا المختص في الشؤون العسكرية والأمنية العميد ركن فادي داود عميد فادي مرحبا بك شكرا لوجودك معنا ماذا بعد؟ ما الذي ينتظره الحزب من إسرائيل أكثر من ذلك؟ مساء الخير سيدي بالواقع هذا العمل يتبع استراتيجية معينة يتبع نمطا معين مجرد النظر إلى العمل العسكري الذي يتم في جنوب لبناني وفي الضاحية اللبنانية قد يعتقد أنه عبارة عن عمليات قصف جو أو عبارة عن عمليات اغديالات وقتل الأشخاص عشوائيين في الواقع هذا الأمر يتبع نمطا معين هذا النمط معين هو نمط استهداف منظومة القيادة والسيطرة لدى حزب الله عبر استهداف أشخاص القيادة لقد تم استهداف أشخاص القيادة بدءا منها سيد فؤاد شكر وقبل منه قادة محاور في جنوب اللبناني محاور القتار الأوسط والشرقي والغربي وبعده منذ يومين أو ثلاثة أيام شاهدنا اجتماع شاهدنا اغتيال أو القيام باعتداء مجموعة كبيرة من قادرة الوحدات المتوسطة يعني الهرم القيادة الأشخاص القيادة من الصف الأول والصف الثاني تم استهدافهم عبر المسيرات أو الطائرات أو عبر الاستهدافات الدقيقة فيما بقية المقاتلين تم استهدافهم عبر البيجر والعملية الشاهرة ولكن من خلال متابعة الأيام الثلاثة الأخيرة عميد ركن يعني هذه الضربات اليوم تعدت مسألة العمليات العسكرية بالنسبة للحزب من قبل إسرائيل وهي الآن ضربات قاسية قريبة إلى المميتة يعني قطع الاتصالات استهداف قيادات واجتماع كبير مثل هكذا يعني الحزب اليوم يفقد الرجل الثاني ولا شك هي عمليات قاتلة وعمليات أصابت من الحزب مقتلا إنما أنا أتكلم عن نمط العملية هذا النمط جميعها تتبع نفس النمط فصل الرئيس عن الجسد كيف يتم فصل الرئيس عن الجسد باستهداف القادة إن يكون بالاغتيال المباشر عبر الطائرات والمسيرات وأن يكون عبر عملية العملية الخاصة التي تمت مؤخرا بواسطة أجهزة البيجر أما ما يمكننا قوله بقراءة هذه العملية بتصريح الإسرائيليين هو يقول لا يريد توصيع العملية أكثر من متابعة الاستهداف متابعة الضغط على قيادة وعناصر حزب الله وفي نفس الوقت نحن نراقب قيام حزب الله بالرد برد محدود جدا ردود حزب الله طالت مستوطنة مسكة في عام وبالصواريخ ما يصل على تصميته الصواريخ العمياء يعني الصواريخ الكاتيوشا التي مداها لا يتعدى لعشرين كيلومتر أي لم تستعمل لغاية هذه اللحظة الصواريخ الباليستية أو شبه باليستية أو صواريخ الدقة يعني النقطة الأوية عند حزب الله بهالسلاح الحساس لا زال لم يستعمل لماذا لم يستعمل هذا السلاح أسئلة عديدة أو أجوبة عديدة ونقاط استفهام هل هذا السلاح هو موجود لغاية متى أو يستخدم متى هذا الجهاز في الواقع أنا أعتقد أنه لغاية هذه اللحظة لا زالت حسابات الربح والخسارة عند جميع الأطراف هي المتحكمة هي المتحكمة باللعبة العسكرية إسرائيل تستهدف وتستهدف من الجو إسرائيل لن تقوم بإجتياح بره لن تقوم بخلق منطقة عازلة فمن غير المفهوم لماذا تقوم بإجتياح بره حزب الله ملتزم بما يعرف بقواعد الاشتباك رغم قساوة هذه الضربات المتكررة سيدي أنا أعتقد أن حزب الله سيبقى ملتزما بقواعد الضوابط خلينا سميها أكثر من قواعد الاشتباك لأسباب عدة أهمها وشفناها مبيرح مؤخرا إن كان حزب الله يريد الرد حاليا فكيف بإمكانه الرد يجب بداية أن يستوعب الخرق الذي حصل أن يستوعب الضربة التي لم تنتهي لازلت تتالى فصولها يوما بعد آخر نحن أن تستهدف منظومة القيادة والسيطرة وهذه المنظومة كمانا اليوم أتى إغتيال إبراهيم عقيل من ضمن هذه المنظومة إذن يجب على حزب الله بداية أن يستوعب الضربة التي تعرض لها من بعد استيعاب الضربة وتحديد الضرر هل هو عمليني أو لوجستي أو إداري يجب على الحزب أن يقوم بعملية كبيرة هي إعادة التنظيم إعادة التنظيم تشمل الفراغات العسكرية والتدريب وأخضاع العطاق كم يحتاج من الوقت لدورات في الكفاءات هذا ما لا يمكنني أن أتكهن به نحن لا نتكلم عن مجموعة عسكرية إنما لو سمحت فلأنهي هذه الفكرة بعد القيام بعملية إعادة التنظيم حينها ينتقل إلى الرد أو درس القرار بالرد ومدى عمق الرد أما عن الوقت كما تفضلت كم يحتاج من الوقت في المنظومات العسكرية بإمكاني أن أعطيك توقيتا تقريبيا حسب كل مجموعة أما لدى حزب الله فهو لغاية هذه اللحظة ما يعرف ما يعرف عن الحزب قليل جدا جدا يعني حتى إبراهيم عقيل الذي قتل اليوم الذي استشد اليوم في الغارة الإسرائيلية لم يكن أحد من المحيطين أو من الآلاميين أو المتابعين قلائل جدا من المتابعين على الساحة اللبنانية يعرفون دوره كقائد وحدة الردوان حزب الله لا تعرف شيئا عن هذه المجموعة إلا حين استشهاد العنصر كما حدث مع عماد مغني كما حدث مع فؤاد شكر كما حدث مع إبراهيم عقيل إذن فترة إعادة التنظيم هي فترة نسبية بعد أن يتم تحديد مدى الضرر يعني من هم الأشخاص نحن نعرف الأشخاص الذين تم اغتيالهم من الجو بالطائرات أو المسيرات أما من هم الأشخاص الذين تضرروا هون الأهمية الذين تضرروا بانفجار البيجرز أعدادهم كبيرة جدا أعدادهم تطال الألاف ألف وخمسمية أو ألفين أو ألفين وخمسمية ومن تركيزهم في المناطق الجغرافية في بيروت ألف وخمسة في ضاحية ألف وخمسمية عنصر بيروت الكبرى سبعمية البقاء اللبناني ألف وسوريا ألف أخرى فيما لم نشهد انفجار أو لم تسجل وزارة الصحة عم بتسجل وزارة الصحة اللبنانية جهاز رسم اللبناني لم يسجل انفجارات ومقتل أو إصابة عدد كبير من المقاتلين في جنوب اللبناني إذن مقاتلين الحزب الذين هم يتمركزون في جنوب اللبناني لازلوا بحالة قتلية مقبولة جدا الذين أصيبوا من المرجح أن يكونوا من وحدات دعم القدل أعذرني على المقاطعة مسألة الوقت هنا أنت تتحدث الآن عن أشخاص عن عدد من فقدهم الحزب من خلال هذه الضربات الإسرائيلية لكن أيضا مسألة الوقت أريد هنا مسألة الاتصالات التي تعرض لها تدمير القيادة والسيطرة في اليوم الأول من الهجوم مع البيجرز وبالتالي العدد والأشخاص وسائل الاتصال اليوم هناك ضربات متتالية منها مسألة الاتصال كيف سيتواصل مع القادة واختراق الحزب لأنه اليوم نتحدث عن اجتماع مهم وتم استهدافه بالنسبة للحزب هو مهم لا شك لا شك أن مجموعة الناس وسائل الاتصال مستهدفة وهي نقطة ضعف عند الحزب وأنا قد بتأت حديثي بأنه يستخدم وسيلة الاتصال لاستهداف منظومة القيادة والسيطرة والاتصال يعني استخدم البيجر علما أن وسيلة الاتصال هذا البيجر ليستقية بالضبط اتصال منظومة حزب الله تستعمل وسائل اتصال أخرى بداية كان يستعمل الخلوي جهاز السيلفون وكما نشهد عندما بدأت الاغتيالات تطال السيلفون أوقف استعمال هذا الجهاز وأبقى على تقنية البيجر على أساس أنها تقنية ردوية راديوية قديمة يعني البيجر يستعمل الراديو والراديوية تقنية قديمة نسبيا وإذا ما التفتنا إلى الحدث بحد ذاته يعني إلى انفجار البيجر لم ينفجر البيجر من خلق راديوي انفجر البيجر من خلق أمني يعني من تفخيخ الجهاز بحد ذاته وبمتابعة وسائل العلام الأجنبية اليوم يجري الحديث في أوروبا وتحديدا في إسبانيا عن استبدال هذه الأجهزة في كونتينير بكنتينير آخر إما في المرفع وإما على ظهر باخرة الشحن أما الأشخاص والأعداد الذين أتكلم عنهم فهي أنهم ليس رمزيتهم لهم تفسيرهم عندما أقول المقاتلين بحالة جيدة إذا من الذي أصيب؟ الذي أصيب هو الجهاز الإداري واللوجستي الذي يقوم بعمليات دعم القتال هنا إذا أردت أن تعرف كم يتطلب الأمر لتعويض هذا النقص بداية يتطلب وقتا يعني ما فيه إلك بأسبوع وبعشر تييام لسبب أن الأعداد كبيرة جدا بداية هذا بالرغم من أن المنظومات العسكرية تقبل فراغ بمعنى تقبل فراغ كل قائد عسكري يوجد إلى جانبه قائد مساعد إنما في الواقع كثرة العدد وعدم توفر أي معلومات عن وظائف هؤلاء الأشخاص يضفي على الأمور غموضا إنما في أحسن الحالات أنا أعتقد أنهم بحاجة إلى أسابيع أشكرك من بيروت المختص في شؤون العسكرية والأمنية العميد روكن فادي داود على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر